عقد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأثر السيد محمد عالي ولسد محمد اجتماعا مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل المريتانيين ورؤسي بعض الاتحاديات التابعة له تم أحور الاجتماع حول جهود المندوبية وما تقوم به من مشاريع التنموية أضافة إلى التحديات التي تواجه عملها وحقب الاجتماعي أعلن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل المريتانيين طبعا عن شراكة ستنطلق لاحقا بين الاتحاد الوطني والمندوبية وستمكن من إنجاز عدة مشاريع تنموية إلى هذا الاجتماع تم عرض ما تقوم به المندوبية من أعمال ومن مشاريع تنموية واللي قامت به لحتى الساعة ونحن كقطاع خاص قطعا تفاجئنا من كبر المشاريع اللي قامت بها على مستوى المندوبية طبعا كانت فيه بعض المشاريع اللي فيها عرقلة وتحدثنا فيها وإن شاء الله ربنا ندروا نعرف الشركات اللي كانت تقوم بهذه تنفيذ المشاريع وندروا نحرصوا على إن في المستقبل إن الشركات كامدها نظرا لأهمية المندوبية وفي برنامج بخامة رئيس الجمهورية على إن ندروا نحرصوا على المؤسسات على إنها ماتت تتأخر إن شاء الله في تنفيذ الإشغال وتم عرض مشاريع مستقبلية تم الاستماع لها وإن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله ستكون هناك شراكة كبيرة بين إن شاء الله الاتحاديات المعنية المنضوية تحت رئاس ترباب العامة الموريتانيين مع المندوبية العامة للتأذر ودور تعود فيه شراكة حقيقية إن شاء الله ودوره يتم فيه إنجاز مشاريع في المستقبل إن شاء الله ربنا ونحن ندروا نعودوا حريصين على متابعة الإشغال وعلى إنها تتم في الوقت إن شاء الله ربنا